ويظهر سخط الأبناء على الأباء في إيه بقى؟ السخط على المستوى الاجتماعي أو المالي إن الأبناء دايماً بيعملوا إيه؟ بيقوموا بتقنيب أهليهم إنهم في مستوى اجتماعي منخفض ويحسسوهم دايماً بعدم الكفاية وإنهم مش راضيين والطموح والتطلع اللي موجودة عندهم اللي بيفوق الحياة اللي بيعشوها وكمان بيفوق القدرات اللي فيبقى عندهم طموح والتطلع للوسع الوسع قيمة جميلة صحيح أباءنا بازلوا ما في وسعهم على فكرة استثمروا اللي منحهم ربنا سبحانه وتعالى واستثمروا كمان اللي منحوا ليك اللي منحوا ليك لو تعلموا بركته عتحسوا إن معاكم الدنيا وما فيها وعشان كده من عاش من بات أمناً في سربي معافاً في بدن عنده وقوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحزافرها عشان كده ابني على اللي انت شايفه قليل وسع فيه تلقى المدد بيزيد لكن انت لما تبني على خوطرك وتبني على خيالاتك هتجد دوات عبارة عن بناء واهي يسقط بيك النوع الثاني من السخط اللي بيسخطه الأبناء على الأباء السخط على مستوى وعي الأباء أنا كل كلمة بقولها هتلاقيه في حد بيتوجع دلوقتي السخط على مستوى وعي الأباء في بعض الأبناء عندهم سخط على مستوى وعي أبوه وأمه وبعضهم بيحس بالعار ويخبيهم يخبي أبوه أمه وما يحبش يعرف الناس عليهم ليه بيحس بالعار؟ على أنهم لو يتكلموا هيتكلموا بطريقة مش مناسبة هيتكلموا بطريقة بسيطة أو لو كان عندهم عدم معرفة في جانب معاية من جوانب الحياة زي التكنولوجيا أو زي اللي بيجي الدور في السوق ولا كمان الكلام على السياسة ولا الكلام على كل ده دايما بيبقوا عايزين أنهم أبوه عايزين يخبوا أبوه وما يقبلوش بيهم الناس ولا يحبوا أنهم يكونوا يظهروا معاهم مش عشان ده دايماً إحنا بنقولهم كده دايماً بنبقى عايزين أبقنا إيه اللي حاصل؟ يقبلونا ويحبونا مش عشان إحنا شطرين ولا أسكياء عايزينهم يقبلونا زي ما إحنا يبقى إحنا كمان نقبلهم زي ما هم زي ما هم على حالهم زي ما هم علموك يبقى هم كمان يستحقوا التأدير مين قال إن الأباء والأمهات إيه اللي حاصل؟ ما يتعاملوش من الأبناء إلا إذا كانوا عظماء إلا إذا كانوا مفكرين إلا إذا كانوا قبار ده أعظم نوع تقدر توصل به إن أنت تقبل أبوك وأمك لما يكونوا اكتهدوا عشان يوصلوك إلى حاجة هم ما وصلوش إليها والدليل على إن معظمهم اتعلموا وعاشوا بيعيشها طيبة إن هم حاولوا بقدر الإمكان إن هم ما يوصلوك لكن إن معظم الأباء يتعلموا السوشيال ميديا من أولادهم فالأباء بيتعلموا بحالة من حالات المحبة وحالة من حالات الوداد يبقى هم بيتعلموا منك مش إن هم بيتعلموا منك لما يحسوا إن هم مصدر عار ولا مصدر سخط منك الشكل الثالث وهو شكل صعب أوي 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 ويمكن ده أصعب الأشكال أصعب أشكال السخط من الأبناء على الأباء هو إيه؟ أسر أبناء أسر الأبناء للأباء في سجن الترومات طول الحياة فالأولاد يفضلوا حطين الأب أو الأم في سجن لتهمة أنتم السبب في أوجاعي وآلامي ومشاكل النفسية وتعصراتي في الحياة هي تقول إهمال أبويا هي اللي بيخليني أحس بالخزلان دايما وخلاني جعانا للإحتواء أو أسوة أبويا هي السبب في أني أسأت اختيار شريك حياتي وأني تعيسة في جوازي وإسلام لما تقول بقى أنا في الحقيقة أبويا ورفضوا لي وإحساسي بأننا إنسانة ماليش إيمة هي اللي بتخليني أعمل المشاكل مع الناس كلها في إحساسي بالفشل هو دايماً اللي كان سبب فيه وهو دايماً بيخليني أحس بدا ويا سلام بقى لو الأم تسلطت أو إنها كانت صعبة فتقول إن تسلط أمي هو السبب في إحساسي إني مهزوزة وما عنديش ثقة بنفسي ولا حاسة أن أنا واحدة ست ولا عندي ثقة في نفسي بأي شكل من أشكال ويبقى عنيق وتبقى عنيف عنيفة وتبقى عصبية أو يبقى عنيف ويبقى عصبي طول الوقت عشان يثبت لكل اللي حواليه إنه موجود أو إنهم كانوا دايماً بيفرقوا في المعاملة بينه وبين أخواته لحد من غيرة أكلت قلبه أو إنهم كانوا قلقلين علينا بالزيادة عارفين إن لما يقلقوا عليه زيادة أنت رايح فين تسلبوا التليفون أنت فين دلوقتي أنت كذا لما يقلقوا عليه بزيادة لحد ما إيه ما خرجنا للدنيا وإحنا حاسين بله الشاشة لإننا مش قادرين نتعامل مع الناس والحياة